موسيقى اذا حصل في سوريا اضطراب وصل الى مرحلة التقسيم او سيطرة القوى الارهابية في سوريا او كلا الحالتين فلا بد ان ينتقل هذا الوضع مباشرة الى الدول المجاورة الاسد اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالكذب بشأن الصراع في سوريا والتدخل في الشؤون الداخلية عن طريق تقديم اقتراحات زائفة من اجل الاصلاح في سوريا تصريحات الاسد لم تقف عند هذا الحد بل تعد ذلك الى وصف وزير الخارجية التركي احمد داود اغلو بعدم تلقيه تربية صحيحة فاذا لم يكن هناك من رباه تربية صحيحة في مندره فانا في منسل تربيت تربية صحيحة وعن المصالحة التركية الكردية اشاد الاسد بهذه الخطوة لما لها من فائدة في حقن الدماء في تركيا كان موقفنا المعلن هو دعم اي حل بين الاكراد والاتراك لاننا لا نريد ان نرى المزيد من الدماء اما بخصوص اعطاء مقعد سوريا في الجامعة العربية للمعارضة قال الاسد ان الجامعة العربية غير شرعية ولا تمثل الشعوب العربية تصريحات الاسد اثارت سخرية الكثيرين بحسب المراقبين خاصة في رده على سؤاله يتعلق بشرعية حكمه حيث يرى في حكمه الشرعية المطلقة باعتباره رئيسا منتخبا من الشعب اذا تصريحات تأتي لتكمل سلسلة تصريحات الاسد المثيرة للجدل والتي بدأها في خطاباته ومقابلاته مع وسائل اعلام مختلفة منذ بداية الثورة قبل نحو عامين في واقع يدل على ان النظام في دمشق مازال يردد ذات العبارات في محاولة بائسة منه للدفاع عن وجوده واستعادة شرعية لم تكن ملكه يوما ما